مستشار مالي عزي الدين سياد حالك فانديم جاية تنتخب النواردة الرئيس القادم لمصر ان شاء الله انتخبت فعلا هو رئيسيتك في العملية الانتخابية النواردة كان حلم انا بحلم لا يمكن كنت اتصور ان هذا اليوم حشوفه قبل ما موت وشيء خرافي وخلينا نتعلم يعني ننتخب النهاردة ويطلع مش قد كده ويطلع من نص نص هنتخب غيره هقول لابني انتخب غيره لانو حنمارس العملية الديمقراطية حقيقة انا من اتنين وخمسين ما قدش اتخيل اليوم ده هيحصل فانا النهاردة مهما اوصف لك انا بشكر الله سبحانه وتعالى في كل صلاة ان اليوم ده حصل وانا شفته وعايز اقول ان اللي فعلا الشباب عملوه احنا عجزنا نعمل عشره فاحنا النهاردة الامل في اولادنا وفي احفادنا والنهاردة احفادنا بيتلقوا تعليم بصرف النظر تعليم خاص اه وبيدفع فيه كتير فلوس بس هو الامل في الحفيد ده ان حيدية الفجوة بين مصر وبين العالم المتقدم اجمع لان انا واثق ان حفيد اللي عنده عشر سنين النهاردة هيبقى افضل من اللي زيه في امريكا وفي المانيا وفي النمسي والكلام ده حقيقي انا مش بقوله كده انا بشوف الاطفال الاجانب وبشوف اطفالنا اللي هم بيتلقوا التعليم المحترم وده امن مصر وده المخزون الحضاري اللي بتتمتع به مصر عن اي عنصر اخر من العناصر العالم بتقول ساعتك ايه للرئيس القادم الرئيس القادم اقول له ايه اتق الله واعمل حسابك ان زي ما جبتك عد رشيلك دي نقطة مهمة جد انما انا مش عايز واحد يجيني حطة المسدس على دماغي جايلي دبابة اخر الليل ده خلاص خلص انا ما انتخبتش واهلة واحد من التلاتة اللي فاتوا التلاتة واحد استولع الحكم وهو لا يملك اد للذي لا يستحق وقعدوا يباصونا البعض كما لو كنا مثلا زي كي بتروز استحال هذا اللي حصل فانا بتكلم النهاردة مصر فائد ولا يمكن هتعود الايام الاخرى وهتبقى منارة للعالم اجمع النهاردة مش هتبقى اسرائيل بس هي الديمقراطية في المنطقة وده كان الهدف حتى ديمقراطية لبنان ضربوها انما مصر هي الحديقة الديمقراطية واسرائيل حتاخد وضعها الطبيعي زيها زي الاردن زي سوريا زي لبنان انما القائد في هذه المنطقة هي مصر اريد العالم ولا مرضيش شعبها قادر على تحقيق الكلام اللي انا بقولك عليه ده وده يوم حيحصل وحيحصل قريب اوي فوق ما الانسان يتصور لانها مشكلة ادارة استحالة حق ونظام حق بيبني على الارض الزراعية ويستصلح الرمل شيخ خرافة استحالة يجفف بحيرات طبيعية ويعمل مزارع سامك استحالة ده طفل صغير حيقولك ده غلق مشاكل مصري مش عايزة جهابزة مساحة المصر من كتر ما احنا عصرناها معروفة للجميع والحل معروف للجميع اول قرار اداري من وجهة نظر حضرتك لابد ان ينتخزوا الرئيس القادم ده قرارات كتير سريعة قرارات سريعة جدا اعادة الامن توفير غيف العيش للناس الغلابة الناس اللي عايشة في المقابر انت النهاردة المقابر دي مشكلة ان طفل بيشوف مقبرة وبيلعب على مقبرة انت بتنزع منه الطفولة بتعمل منه مشروع لمجرم انت في حاجات خطيرة حصلت في التلاتين اربعين سنة اللي فات فانا ارجوه ان يتخي ربنا ويبتدي يشتغل ويشتغل بامانة وبعدين انا مش هقولك ما يسرقش لان هو مش هيضر يسرق ده غزبنا عنه حتى لو جبت علي بابا والواربعين حرامي مش هيقدروا يسرق لان عهد السرقة خلص فانا بقول لك ان شاء الله بيضموا قطعة في مشاكل على طول لازم تتحل في خلال ايام منهم زي ما كل الناس قال الوقود السولر بتجازر غيف العيش كل الكلام ده ده كله سهل جدا عملية ادارية بحثة في تخوف من البعض من سيطرة الطيار الاسلامي على الحكم في مصر رأي حضرتك بهذا التصور الطيار الاسلامي مش هيخوفني ولا احمد شفيقي يخوفني ولا لو حسن مبارك جي من القبر بتاعه هيخوفني مش انا بس مش هيخوف حفيدي اللي عنده عشر سنين حفيدي النهاردة بيتكلم في السياسة على فكرة والله العظيم تلاتة حفيدي بيقول لي فلان كويس وفلان وحش وهو عنده عشر سنين الولاد الصغيرين خلاص وكل واحد متمسك بحقه وانا بقول الكلام ده لكل الشباب مستقبلكو قدامكم احنا صحيح جيل مستقبالنا ورانا ودوقنا المر من الناس دي فاحنا خلاص العالم فاء وانتهى لا يمكن مش هتعرف تخدره ببرشام وبنجو والقرف ده كله مش هتعرف خلاص الناس فائت فانا بقول لكم ان ده النهاردة يوم عيد بالنسبان اشتركوا في القناة